السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشامدوريا، الكانتيا والأريكا كلها نخيل تزيين داخلي وكلها طبعا جميلة نزين بها صالون البيت وزوايا الغرف لكن أجملها في نظري هو نخيل الأريكا الأريكا لها جاذبية عجيبة لماذا وأنت باختيارك للأريكا تكون قد جلبت الطبيعة لداخل بيتك اختياري للأريكا أيضا بسبب سهولة العناية بها مقارنة مع باقي أنواع النخيل الداخلي لأنه بعكس النباتات الأخرى فإنك إذا فقدت ورقة من نبات صغير قد لا يؤثر على جمالية النبات ككل لكن أن تفقد ورقة أو صعفة من نخيل فهذا يؤثر على جمالية النخلة لذلك اخترت لكم اليوم نبتة الفراشة الاستوائية هكذا تسمى لاحظوا هنا مكان وضع النب في زاوية البيت وبجوار مصدر قوي للإضاءة وهنا نفس الشيء إذن تجنب الشمس المباشرة ووفر لها إضاءة قوية صاطعة طبيعية أو إصطناعية إذا لم تتوفر الإضاءة الطبيعية نبتة السوائية معناه أنها تحب الرطوبة حول محيطها صيفا نرش أوراقها بالرداد بدون وصول الماء لقلب النبتة ومع ذلك فهي نبات شجيري متحمل للحرارة في حدود الأربعون درجة احتراق وجفاف الأوراق يكون بسبب جفاف الجو وقلة الرطوبة حاجتها للري متوسطة لا تبالغ في ترطيب التربة ولا تترك التربة أيضا تجف بخلاف ذلك انتظر سقوط الأوراق وصفرارها التسميد مرة في الشهر في الربيع والصيف فقط السماد العالي النتروجين جد مناسب لتحفيز النمو الخضر عندما نشتريها من المشتل غالبا ما تكون في هذه الأوعية اختر لها وعاء جميل مناسب لحجمها لأن الأريكا تحب الوعاء المناسب وليس الكبير جدا وتجنب كذلك لمس الجذور أثناء عملية النقل صحيح أن نموها بطيء وتنمو على هذه السيقان التي تصبح خشبية مع مرور الوقت ونختم بميزة جدا رائعة وهي ترقية الجو والأجمل كذلك أنها آمنة وغير سامة زراعتها بالبدرة أو التقسيم صعبة على الهوات لذلك نصيحتي اذهب الآن لأقرب مشتل واشتري الأريكا وتمتع بالجو الإستوائي في بيتك وامنح الطاقة الإيجابية والهواء النقي لبيتك نهاية حلقة اليوم دمتم بخير وإلى الملتقى اشتركوا في القناة